1964 عام حافل بالأعمال التي تصب كلها في صالح ترسيم الأمازيغية فعلياً في حياتنا اليومية أحببنا أن نبدأ في البيت والأسرة فصممنا أواني بنقوش وكلمات أمازيغية فتشرب قهوة الصباح مع تفاوين تقود السيارة بشعار هويتك وبخصوصيتك الثقافية تقود أبنائك للمدرسة مستمعين جميعاً لأغاني الأطفال باللغة الأمازيغية فكل عام دراسي صممنا سيدي بأغاني الأطفال التي تعبر عن هويتهم خصوصيتهم مستوى تحصيلهم المدرسي تأخذ أولادك للمدرسة وهم يقرؤون بالأمازيغية وصل التعليم زي ما تعرفوا في ليبيا اليوم للصفة الخامسة الابتدائية الفصل الدراسي لا بد أن يزين بمعلقات جدارية تدور على محتوى الدروس والحياة عموماً أحببنا أن يكون تعليم الأمازيغية فيه الكثير من المرح والفرح فصممنا كل ما يحتاجه الفنان الصغير من أختام بحروف تيفيناغ وملحقاتها وبألوان زاهية وفرنا لهم منصقات بحروف تيفيناغ لتكون منبع فرح لهم مرة أخرى وهذه المنصقات يمكن يستخدمها في الكراسات وإلى آخره وصممنا للمدرس كذلك كلمات مشجعة من هذه المنصقات أي يوستان ميرت وإلى آخره من الكلمات التي يضع المدرس على كراسة الطفل التي جاوز دروسها ولم ننسى شهادة التقدير فهي أمر منزل متعليم تقدير من أزل وطنه وأهله ولغته معروفاً فصممنا هذه الشهادة حتى وإن عادوا للبيت بهذه الشهادة صممنا لهم ألعاب بلغتهم ومكملة ما يتعلمونه في المدرسة حتى في الصيف وحتى الصغار جداً وفرنا لهم لعبة جيكسا بازل بمواضيع عديدة ليلعبوها في المنزل ويرسخ بها دروسها حتى قبل أن يذهبوا للمدرسة صممنا لهم كتيبات جميلة في تعليم حروف التفناه وتعليم الأرقام بشكل إلكتروني مبسط وجميل جداً بالصوت الصورة واللمس بل صممنا لهم لعباً على غرار اللعب المتوفرة لأكثر اللغات حضوة وحضور في العالم كالإنجليزية والفرنسية وغيرها للأباء والمدرسين لم ننساكم وفرنا معجم متكامل أمازيغي عربي أمازيغي فرنسي أمازيغي إنجليزي ليسهل على إعانة أبنائهم على التعلم من سبعين ألف كلمة وهي في زيادة كل يوم يعني لم ننسى هذه الأشياء بل وقدمناها مجاناً للجميع تجدونها في الأندرويد وفي الآي او اس للأطفال الكبار حتى ما منسناهمش ومحبي التكنولوجيا وفرنا لهم لعب ترفيهية وتربوية على حد سوا وهي الأولى من نوعها بالأمازيغي والأجزاء الأخرى طبعاً في الطريق في الطريق عفوا وعلى ذكر التاريخ وللتاريخ وفرنا برامج تحويل التواريخ الميلادية والحجرية للتاريخ الأمازيغي يعني يستطيعون أنهم يلعبوا بهذه التواريخ يتعلموا تاريخ ميدالهم بالأمازيغي يتعلموا شيئاً كخرى اللي فاتتاً لهم وللكبار كذلك يمكن استخدام هذه البرامج وهي متوفرة مجاناً كذلك وإن لم يكن هذا كافياً في موضوع التاريخ فقد شرعنا في سلسلة قصص من عظماء التاريخ الأمازيخي على شكل كوميك وهي للشباب وللأطفال من 14 جزء حوالي 350 صفحة وبدأنا بشيشنق وإن لم يكن هذا كافياً فلقد جسدنا هذه الشخصيات في تحف وهدايا تعطى لأطفالنا تشجيعاً لهم وكذلك تضع وتزين في بيوتنا تذكيراً بثقافتنا وتمزيغاً لمحيطنا طبعاً وتقدم كذلك نتمنى أن تقدم للمتفوقين من أبناء في درستهم وكذلك من نفس هذه الشخصيات جعلنا مجسمات لتزين بيوتنا وكذلك تمزيغ محيطنا طبعاً ولنخرج الإبداع من أطفالنا شرعنا ولأول مرة في أفريقيا الشمالية في تعلم أو تعليم الخط الأمازيغي لأطفالنا فن الخط وليس الخط الكلمات فن الخط في المدارس ووضعنا لهم كتاب في الصف الرابع الابتدائي بدبنا من الصف الرابع الابتدائي لتعليم فن الخط الأمازيغي طبعاً لنربطهم بهذا الفن في البيوت وجعلنا لهم هذه الوريقات وليستخدم الماء في الكتابة ليواصلوا هذا الفن أو هذه الموهبة في بيوتهم طبعاً بدون أسرة لتعليم ما يتعلمهم في المدرسة فلن يكون للتعليم معنا فوفرنا لأسرة جميعاً ألعاب ابن أطفال ألعاب تتضمن اللغة والكتابة لأول مرة كلعبة سكرابل وهي لعبة أسارية بامتياز تشجع وتنمي الذكاء وكذلك تنمي المقدرة على تعليم الكتابة بالأمازيغية وكلمات وتبادل العراء من أشهر اللعب على الإطلاق حيث كنا أطفالاً لعبناها بغير لغتنا تمرزيغت وهي لعبة مشهورة باسم فانجليش يعني فان وث انجليش تمرزيغت وهذه اللعبة تعلم بالذات الصفات والنعود وتركيب الجمل باللغة الأمازيغية وهي طبعاً مشهورة في اللغة الأمازيغية بعد هذا كله وللمشككين في وحدة اللغة الأمازيغية قدمنا دروس الجذور المشتركة للغة الأمازيغية ودروس اللغويات العامة لأسات ديثنا وكبار تلميذنا وكيف تكون لغة بدون راديوات محلية فلقد استمر العمل على راديو أوال واللغة الأمازيغية تملأ الأثير في جبل نفوسة وطرابلس وزوارة ومدن الساحة العموماً استمر العمل على نشر الكتب والمطبوعات في شتى مجالات الحياة من قبل مؤسسة التوالثة قفية أنتروبولوجيا، تاريخ، لسانيات، جغرافيا، عدب الرحلة إلى آخره كلها عن الثقافة الأمازيغية في ليبيا وباللغة العربية غالباً لأننا نقصد فئة أخرى من المتعلمين حتى ترسم لغتنا في شعاراتنا أو شعارات الدولة صممنا مجموعة من الطوابع البريدية ونتمنى أن تقوم بلدياتنا بتفعيل هذه المشاريع اشتركت مؤسسة التوالثة الثقافية واشتركنا في مهرجانات عديدة كمهرجان الربيع الأمازيغي في أتوى بل كنا فاعلين رئيسيين فيه واكبنا الأحداث في العالم ومزغنا شعاراتها ولو بصورة فردية ككأس العالم ولم لا؟ شاركنا وتحصلنا على الجائزة الأولى في التصميم بالخشب أو النقوش الخشبية وكان التفناغ حاضرة وهي أساس حصولنا على هذه الجائزة بدون منازع والنقوش الأمازيغية طبعا استمرنا في تمجيل أو في تجميل خطوط التفناغ ورفع من مستواها فالآن مدعبون لمهرجان الخطوط في روسيا وهو مهرجان كبير جدا ولأول مرة تحضر التفناغ في هذا المهرجان بل وشجعنا على تمزيغ المحيط بكل ما استطعنا وكيف تكون الأمازيغية بدون معارض ومتاحف ومزارات فكان متحف الأنطولوجيا الموسيقية الأمازيغية وأتمنى من كل قلبي أن يكون في كل مدينة أمازيغية ليبية متحف يختص بجالب من جواب حياتنا أو بميزة لهذه المدينة وبصورة عصرية ترفع من شأن لغتنا وثقافتنا في مراتب عالمية كرمنا فنانين أمازيغيين برسم صورهم وتعليقها في المتحف من كل تمزها رسمنا مقاطع من تراثنا ومعمارنا وحلينا لنراسل بها على شكل كروت لبعضنا البعض في الإهداة وفي المعايدات وإلى آخره طبعا لم ننسى أن نشاغب بالغرافيتي في المظاهرات وفي غيرها وبالذات في ذكرى المناضل ولا أكبر قدرا من سعيد استفاة والمحروف وحتى تكون الهوية وشعاراتها بارزة فلا أخف من التيشرتات وأكثر إقبالا في اللباس منها فقمنا بوضع تيشرتات بتصميمات جميلة للغة والثقافة الأمازيغية شرعنا في مشروع الميثولوجيا الأمازيغية في صور حتى ننقل معارف الأولين في أوعية ثقافية حديثة تتلاءم وتساؤلات العصر طبعا وأكبر مشروع لنا سوف يكون نواء لمجمع لغوي أمازيغي أنا متأكد من ذلك مشروع كبير جدا وهو موقع في البداية للغة الأمازيغية كبير جدا حقيقة بدأناه هذا العام وربنا لا ننتهي منه حتى نصف الثاني من العام المقبل ولكنه في الطريقة تحياتي لكم كان هذا بإيجاز في حوالي عشر دقائق ما قمنا به في العام المنصر وما حيينا بإذن الله سوف نضاعف المجهود بما عودناكم به في هذا العام بأضعاف ما قمنا به بإذن الله وعلى خطة تابثة في ترسيم الأمازيغية في حياتنا اليومية تنمير تنوان اشتركوا في القناة شكرا